وستس حسن عند حدك سؤال للدكتور وصفي؟ لو ما عندك شماشي نعدي الدور ونرقع تاني؟ لا ممكن نسأل يعني إذا كان القطعيات لا نقاش فيها طيب قد يسأل سائل لماذا أوقف عمر بخطاب رضي الله عنه حد قطع اليد مثلا في عام الرمادة؟ لأنه إحنا عندنا في علم أصول الفقه هنيجي هنا بالتخصص علم أصول الفقه فيه باب اسم الحكم الشرعي الحكم الشرعي نوعان حكم تكليفي وحكم وضعي الحكم التكليفي لا يتنزل على الأرض إلا إذا توفرت فيه توفرت على الأرض الأحكام الوضعية اللي هي الأسباب، الشروط، الموانع وجود الأسباب، انتفاء الشروط، توفر الشروط، انتفاء الموانع في عصر الرمادة وجدت موانع كثيرة لإقامة الحد وهي شبهات وعندنا نص واضح بالسن النبوية إدراء الحدود بالشبهات لمنع الحد لمنع الحد يعني نعم، مانع من موانع الحد وجود الشبهة إذن الحكم التكليفي سيظل معلقا في الهواء لا ينزل على الأرض ويطبق إلا إذا مهدت له الأرض بالأحكام الوضعية زي مثلا المريض أو المسافر في رمضان ما حكم الصيام؟ الصيام واجب، ركن من أركان الإسلام ده حكم تكليفي الحكم الوضعي بقى اللي هو وجود الأسباب، توفر الشروط، انتفاء الموانع السفر ده مانع ولا مش مانع من الصيام؟ مانع مانع من الصيام يبقى سيظل الحكم التكليفي معلق في الهواء لماذا؟ لأن المانع لم يزل، المانع موجود، وبالتالي لا يمكن تطبيق الحكم التكليفي على الأرض إلا بتوفر الحكم الوضعي